السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم ولكن نتكلم في في هذا الفيديو عن موقف مصابي نادي الزمالك بعد مباراة بنك الاهلي في الدوري العام المصري لموسم عشرين اربعة وعشرين عشرين خمسة وعشرين فخليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ايه هو موقف مصابي لعبي نادي الزمالك بعد نهاية مباراة البنك الاهلي فكشف محمد اسامة طبيب نادي الزمالك تفاصيل اصابة السلاسي احمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد حمدي وكان نادي الزمالك انتصر بنتيجة تلاتة اتنين في الجولة الاولى من الدوري العام المصري لموسم عشرين اربعة وعشرين عشرين خمسة وعشرين على البنك الاهلي وقال محمد اسامة طبيب الزمالك عبر المركز الاعلامي ان زيزو تعرض لاصابة في العضلة الخلفية وسيقضع لعشعة خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الاصابة التي تعرض لها وخرج زيزو في الديا سبعين متأثرا بالاصابة وعوضوا النجمي الكبير احمد فتوح بعد غياب اكتر من خمسة وتمانين يوم عن المشاركة مع الفريق واضاف ناصر ماهر انه يعاني من الام في العضلة الضمة وسيقضع له فحصات طبية اللي اطمانين عليه ولكن اصابته اخف شوية من اصابة النجمي الكبير احمد السيد زيزو واستبدل ناصر ماهر وعوضوا زياد كمال في الديا ا63 وتم محمد حمدي انه تعرض لاصابة في الرجبة وسيقضع لاشعة خلال الساعات المقبلة وعوضه البولندي كونراد مشلاك في بداية الشوت الثاني ضمن تغييرين لجزي جميز وكان وصل النجم الكبير عبدالله السعيد للهدف رقم 130 بالدوري معززا من رقم القياسي في المركز الثالث بالترتيب هدافي الدوري تاريخيا طبعا احنا عارفين ان يصبقوا كل من النجم الكبير كابتن حسام حسن نجم منتخب مصر والنادي الاهلي والمدير الفني لمنتخب مصر ولاعب نادي الزمالك والمدير الفني ليسموحه والمدير الفني لفريق المصر والمدير الفني العديد من الفرق وايضا النجم الكبير الشازلي في المركز الثاني وللمسم الثاني على التوالية تم احتساب تلت رقلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت في المسم الماضي في مباراة البنك الاهلي ضد المصري والانتهت بنتيجة خمسة اتنين لصالح البنك الاهلي وشاهد اللقاء رقلتين جزاء للبنك الاهلي سجلهم محمد هلال ورقل الجزاء اوضعها عبدالله السعيد محرزا هدف الفوز ثلاث اهداف بتساوي ثلاث نقاط حجز بها المركز الثالث بفرق الاهداف عن سموحه والمصري نادي الزمالك فيما بدأ البنك الاهلي رصيده بلا نقاط حتى الان وبالسعيد نادي الزمالك لا يحل ضيفا على فريق سموحه في المباراة المقبلة بينما الصديف البنك الاهلي ضيفه فرقه في المباراة المقبلة ففي النهاية نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين والعودة للملاعب سريعا طبعا السكواد بتاع نادي الزمالك مش مستحمل غيابات لانه اصلا سكواد ضعيف بسبب وقف القيد وان اللعابة اللي موجودين مع نادي الزمالك هم دول الاوراق اللي ممكن يلعب بها في الفترة الاخيرة فلذلك الزمالك مش مستحمل اي غيابات فنتمنى من اللعابة انها تخلي بالها على نفسها لان الزمالك في موقف صعب جدا بسبب وقف القيد طبعا من فيفا بسبب القضايا المرفوعة على نادي الزمالك من مدربين ولاعبين سبقوا اللعب اللي نادي الزمالك ففي النهاية نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في الفترة القادمة وكل اللي عابين المصابين يرجعوا بسرعة عشان خاطر نشوف مبارايات ممتعة من مدرسة الفن والهندسة وفي نهاية الفيديو احب اقول لكم ان يعيش الزمالك وعيش حبه في قلوبنا وتحية لكل زمالكاوي اصيل يشجع نادي الزمالك ويعشق نادي الزمالك وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال ادي